عودة إلى الحياة البدائية بلا مأوان يعيشون وفي خيام مهترئة لا تقيهم البرد ولا حرارة الشمس تمضي أيامهم يستخدمون الحطب في تجهيز الطعام إن وجد وإن لم يجدوه قد يظلون لعدة أيام على وجبة واحدة هكذا هو وضع النازحين هنا في منطقة طور الباحة غربي محافظة لحج وهكذا هي حياتهم أطفال ونساء لا يعلمون ماذا يخبئ لهم الغد وبالغون يعجزون عن إعالة أسرهم أكثر من عامين وهم يعانون صعوبة الحصول على أبسط مقومات الحياة بعد هروبهم من الحرب ونزوحهم إلى مديرية نائية يطحنها الفقر بعيدا عن اهتمام السلطات والجهات المعنية أهم ما يعانيه النازحين هو قلة الغذاء وثانيا أيضا قلة المأوى مثل الفرش وأيضا المواد المطبخ وأيضا الخيام التي يعني الآن نحن في حر الصيف والأطفال يعني عايشين في شوالات خفيفة قد يعني ضرهم هذا يعني السكن ومع بداية دخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان تتضاعف معاناتهم وسط ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار التي عادة ما تتسبب في تمزيق المخيمات وانتشار العديد من الأمراض يشكو النازحون هنا من غياب دور الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية حيث لا تصلهم المساعدات ولا يوجد هناك اهتمام بوضعهم المتدهور ما بيش تواصل دائم من قبل المنظمات في المديرية بالنسبة للنازحين هناك تقطع يعني بعد عام بعد ستة أشهر بعد ستة أشهر تأتي منظمة وتقدم سلة غذائية فقط وهذه لا تفيد بالغرض بالنسبة للنازحين مناشدات عديدة لسرعة التدخل لإنقاذ النازحين وإمدادهم بالإحتياجات اللازمة وبين هذا وذاك يظل هؤلاء في دائرة مأساة مستمرة لم تتوقف منذ ثلاثة أعوام اشتركوا في القناة